الجزائر خامس أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وتساهم بأزيد من 80% من إنتاج الغاز المسال في إفريقيا بالإضافة إلى نيجيريا وليبيا ومصر حيث تنتج حوالي 970 ألف برميل من النفط وتسعة فصل تسعة مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا كما يساهم الغاز الطبيعي بنحو 19% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر ويمثل 93% من إجمالي الصادرات حسب تقرير لمنصة Energy Capital & Power وتستقطب موارد الطاقة الضخمة في الجزائر والبنية التحتية المحلية المستثمرين ومطورية المشاريع لتوسيع نطاق توزيع الطاقة على المستوى الإقليمي كما تتمتع الجزائر بمخزون جيد يسمح لها بتسريع مشاريعها لتمويل ما بين 30% إلى 40% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 وحسب نفس المصدر فالجزائر تنتج ما يقارب 80 مليار كيلو واط في الساعة من الكهرباء سنويا وتستهلك حوالي 66.65 مليار كيلو واط في الساعة سنويا ما يؤهلها لتوفير فائض من الكهرباء للأسواق الإقليمية أما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فتم إطلاق سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة مع خلق فرص لشبكات توزيع أوسع لتوفير الطاقة النظيفة عبر المجمع الطاقي لشمال إفريقيا كما تعمل الجزائر على تطوير مرافق تصنيع الطاقة الشمسية التي من المتوقع أن تساهم في خفض تكاليف استيراد مواد تصنيع الطاقة الشمسية وجلب الطاقة المستدامة إلى الأسواق الإقليمية موسيقى